اشتركوا في القناة الى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الزراعيين وذلك من خلال تطوير التخطيط لاستخدام الاراضي الزراعية والعمل بجدية على تحديث الاطار التشريعي المعمول به حاليا بغرض اضفاء مزيد من التنظيم القانوني على هذا القطاع الحيوي وبخاصة ما يتعلق منها بسماح بتصدير المنتج الزراعي البحريني بعد التأكد من تقطية الطلب في السوق المحلية واضف معاليه انه على الرغم من ان الغاية الرئيسية وراء انشاء اي مشروع استثماري ترتكز على تحقيق الربحية الا ان العمل في القطاع الزراعي على وجه التحديد بالنسبة الى البحرين يحمل ابعاد اخرى مهمة وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة قد قام بزيارة مزارع الجزيرة الواقعة جنوب شجرة الحياة وذلك للاطلاع على تجربة هذه الشركة الرائدة في مجال الانتاج والتسويق الزراعي والحيواني على مستوى المنطقة وحيم عليه جهود القائمين على هذه الشركة التي تساهم الى جانب المشاريع الاخرى المماثلة في عملية اعادة المكان التي يحظى بها المنتج الزراعي والحيواني والبحريني كما حث معالي المستثمرين الزراعيين في البحرين الى التوجه نحو انتاج التمور والمساهمة في تحقيق الرؤية القائمة على تحويل المملكة الى مركز رئيسيا في المنطقة لزراعة اجود الاصناف المختلفة مشيرا معاليه الى ان اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية لا تزال تتدارس ملامح الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتنمية القطاع الزراعي وتطويره من جانبه تقدم الشيخ راشد بن خليفة الخليفة مدير عام مزارع الجزيرة بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على تفضله بزيارة المشروع لافتا الى ما تشكله هذه الزيارة من دفعة معنوية عالية لتكثيف الجهود في تطوير القطاع الزراعي في البحرين